أستعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الحق سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الحق نحن العسل جلس الجميع تحت شجر التفاح وحولهم الأزهار قال سكر ما أجمل النحل يحط على الزهر يبحث عن الرحيق والعسل قال وسيم أين يخبئ النحل العسل يا ترى أريد أن آكل عسلاً وحلوة لذيذة ضحك سكر وقال النحل يعطينا العسل يا وسيم ونحن نصنع الحلوى والسكاكر النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل الصغير إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الحق وتعبر عن ما تشاهد في هذه اللوحة وأن تبحث عن الصور التي في اسمها صوت حرف الحق وتنتقل إلى قصة حرف الحق ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة حرف الحق وتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد قصة حرف الحق برغتك الخاصة ثم عليك الانتقال إلى حل ورقة نشاط وهي بعنوان البحث عن الحرف فعليك أن تبحث عن حرف الحق من الكلمات الموجودة والمعروضة أمامك بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيزي المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الحق وتمييز صوت حرف الحق اسم الحرف حق صوت الحرف حق وأيضا عليك نطق حرف الحق مع المدود القصيرة الفتحة والضمة والكسرة ح ح ح ح ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الح مع المدود الطويلة الألف الواو الياء ح ح ح ح وعليك أيضا أن تكون مفكر ومتواصل وذلك من خلال تجريد حرف الحق من الكلمات المعروضة أمامك ح 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 في أول الكلمة فتقوم في وضع دائرة حول حر ح وعليك أيضا أن تلفظ حرف الح مع المدود القصيرة والطويلة وأيضا عليك أن تضع دائرة حول الصورة التي في اسمها تسمع صوت حرف الح وهنا أيها المفكر الصغير عليك القيامة بمهارتين مهارة التركيب ومهارة التحليل عليك أن تقوم بتركيب مقطعين لتكوين كلمة المقطع الأول حو المقطع الثاني تي عندما تجمعهما سويا تصبح الكلمة حوتي حوتي وعليك أن تحلل الكلمة الموجودة أمامك إلى مقطعين كلمة حامي المقطع الأول حا المقطع الثاني مي وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الحا هي مهمة مهارة الكتابة وهنا عزيزي المتأمل الصغير ستقوم بتوظيف مهارة إدار الوقت والالتزام بتتبع الخطوط المرسومة أمامك لتشكيل حرف الحا ثم تقوم بوضع دائرة أو بتجريد حرف الحا من كلمة حوت وذلك ضمن الوقت المحدد وهنا عزيزي المتعلم في هذه الصفحة عليك القيام بدورك فتقوم بكتابة حرف الحا في بداية الكلمة وحرف الحا منفصلا ثم حرف الحا مع المدود الطويلة حا حو حي وأخيرا تقوم بكتابة كلمة حرير هذا كل ما لدينا في درس حرف الحا لهذا الأسبوع أسعدتم أوقاتا ترجمة نانسي قنقر